الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى بدبولي اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء وقد أكد مجبولي أن الاجتماع يأتي في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات خاصة في منطقة شرق بورسعيد في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي انخرط مصر النشط في القارة الإفريقية من خلال العضوية الحالية في مجلس الأمن والأمن الإفريقي وكذلك أيضا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة من خلال رئاستها للكوميسا كذلك خلال مباحثات عقدها عبدالعاطي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الراوندي وذلك على هامش زيارته الحالية لكيجالي شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاوم بين مصر ورواندا في مجال النقل كما تم الإعلان أيضا عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية كشف موقع إكسيوس أن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورت ستتوجه إلى القاهرة في إطار جهود واشنطن لبحث اتفاقية تبادل المحتجزين كان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر قد أصدر مساء الأحد الماضي بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويبرام اتفاق حول الإفراج عن الأسر المحتجزين يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا أنه من المقرر أن يكتمع عباس مع بوتين اليوم من أجل بحث سبل دعم الجهود المبدولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كيري ستارمر أنه حث إيران على الامتناع عن مهاجمة إسرائيل وقد عرب ستارمر في اتصال هاتفين مع رئيس الإيراني مسعود بيزكشيان عن قلقه العميق لزاء الوضع في المنطقة ودع جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد وتجنب توسع المواجهة الإقليمية كذلك عقب صدور بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية يطالب إيران التراجع عن تصعيد لغة التهديد في المنطقة أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ زاء التقارير الواردة عن عزم إيران تسليم مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا وقد أكدت الولايات المتحدة أن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا كبيرا يستوجب الرد السريع والقوي كانت رويتز قد نقلت عن مصدرين في أجهزة مخابرات أوروبية قولهما أن عشرات العسكريين الروس يتدربون في إيران على استخدام نظام الصواريخ الباليستية قريبة المدى المعروف باسم فتح 360 وأضاف أنهما يتوقعان تسليما وشيكا لمئات الأسلحة المواجهة عبر الأقمار الاصطناعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة البدأ في تدريبات عسكرية صيفية سنوية الأسبوع المقبل من أجل تعزز قدرتهما على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروقية والإلكترونية وقد كشفت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين خولهما أن المناورات المقررة في الفترة من التاسع عشر حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري تأتي في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول أيضا إطلاق أقمارها لاستطناعية الاستطلاعية والتجسسية تهاية الموجس عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباحا خارق مصر